حدثنا يونس قال حدثنا ليث عن يحيى بن سعيد عن يزيد يعني ابن حبيب عن محمد بن اسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانت أن خالته أخت مسعود بن العجماء حدثته أن أباها قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المخزومية التي سرقت قطيفة نفديها بأربعين أوقية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن تطهر خير لها فأمر بها فقطعت يدها وهي من بني عبد الأشهل أو من بني عبد الأسد اشتركوا في القناة